ينظم بمديرية شحن محافظة المهرة كل عام مهرجان للإبل المهرية الأصيلة في المحالبة والمزاينة وبمختلف أنواع الإبل من حيث العمر والشكل واللون وإنتاجها للحليب أولا المهرجان يمشي كما خطط له إن شاء الله يمشي بخطوات ناجحة وطيبة ومشاركة فعالة من جميع الأصناف واللجنة بدتها داها المميز والموفق إن شاء الله تنافس في عرض أجمل الإبل وأكثرها إنتاجا لللبن ومشاركة فاعلة من مختلف مديريات المهرة والمناطق الحدودية العمانية في مهرجان هذا العام مهرجان طيب سواء مزاينة أو حليب أو نحن العبل ذلك كلها عبل عصايل وعبل لازم نفتخرف لهذا العبل استمر المهرجان لأكثر من أربعة أيام وقسمت الإبل المشاركة إلى فئات متعددة كالإبل المهرية والعمانيات الأصائل والبكرات وأنواع أخرى هذا المهرجان طيب والمشاركين يتجمعوا من عدة مناطق شتى في هذه المزاينة ومشاركة طيبة جدا والإبل زياء وربع زياء وما قسروا في كل حياة حصدت الإبل المهرية المراكز الأولى في أكثر من مشاركة تنافسية على مستوى الخليج إلا أن هذه الثروة لم تجد الاهتمام والعناية للحفاظ عليها وهي عنوان الأصالة للمهرة واليمن عبد الله محمد السعيد بلقيس المهرة